أذى وقت توقعت مديرية الأصاد الجوية تهوط الأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وكذا تساقط الثلوج في عدة مناطق من المملكة وأشرت المديرية في نشرة خاصة اليوم إلى أن هذه الأمطار ستصل في بعض المناطق 100 مليمتر المزيد من التوضيحات تستمع لي الحسينيو عابد رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأصاد الجوية المغربية يتوقع بحول الله أن تكون الأجواء باردة وكذلك مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية خصوصا خلال اليوم قد تبلغ من 70 إلى 100 مليمتر خصوصا بمناطق الحسينيو الشاون في حصرنجرة العرائش والزان طنجة صيلة بالإضافة إلى مناطق التونات كذلك بعد زوال يوم والليلة المقبلة ستهم أمطار قوية خصوصا السهول الأطلسية الشمالية قد تبلغ من 40 إلى 70 مليمتر بكل مناطق بن سليمان برشيد الدار البيضاء الحاجب إفران خنيفرة خميسات كذلك المناطق فاس مضيق مديونة مكناس محمد يام ملعقوب بن واصر الرباط سفرو سيد قاسم سيد سليمان سخيرات تمارا تازا وتطوان وسيستمر طقس الماطر إلى غاية يوم غدين بحول الله كذلك ستهم رياح قوية خصوصا السهول الأطلسية الشمالية كذلك المناطق الأطلس والمناطق الشرقية البلاد وقد تبلغ سرعتها من 70 إلى 90 كيلومتر الساعة ويتوقع بحول الله أن تهم تسقطات الثالجية مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وكذلك الهضاب العليا الشرقية بالإضافة إلى مناطق الريف مع انخفاض في درجة الحرارة ابتداء من ليلة المقبلة وغدا صباحا خصوصا في المناطق الجبلية فمزيدا من الحيطة والحضر